لدى استقبال سموه لعدد من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن ثقة عالية في قادة دول المنطقة في حفظ الأمن والاستقرار فيها ومعالجة المخاطر والتدعيات التي تمر بها هذه المنطقة الحساسة من العالم وما يهددها من إرهاب يستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول والشعوب فيها محذرا سموه من أن الإرهاب هو العدو الأول للتنمية وهو التحدي الأكبر أمامها وأن البحرين تدعم التنمية وتكافح الإرهاب ويجب أن تلتقي جميع دول المنطقة على مكافحته لحماية مقدراتها ومنجزاتها واتخاذ موقف حازم ضد دعم الإرهاب وتمويله وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمواقف الوطنية التي يظهرها شعب مملكة البحرين مثنيا سموه على دور الصحافة الوطنية في تنوير الرأي العام بمواقف مسؤولة ولها من أكل تقدير واعتزاز لأنها تصب دوما في المصلحة الوطنية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل في قصر الإقضابية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين وعددا من النخب الفكرية والثقافية ورجال الأعمال والمواطنين حيث تطرق سموه معهم إلى عدد من قضايا الشأن الداخلي والخارجي وخلال اللقاء أكد سموه أن الحكومة ماضية في متابعة المشروعات التنموية وأن التحديات كافة لن تقف عائقا أمام إصرار حكومة أخذت على عاتقها مسؤولية توفير أفضل الخدمات لمواطنيها وتهيئة المعيشة المناسبة لهم منوها سموه بما تشهده مملكة البحرين من نهضة عمرانية ومشروعات عقارية متطورة تعكس إصرارا حكوميا وشعبيا على تجاوز كافة التحديات والتغلب عليها من أجل أن تبقى البحرين دائما مزدهرة ومثالا للتقدم والتنمية وقد أعرب سموه عن اعتزازه بما يبديه أبناء البحرين من حرص على الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم في خضم ما تموج به المنطقة من أحداث وتطورات وشددا سموه على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء المجتمع التي هي عنصر رئيس في صيانة ما تحقق للوطن من مكتسبات وأشهد سموه خلال لقاب الدور الذي يطلع به رجال الصحافة والكتاب في تنمية الشعور الوطني من خلال ما يطرحونه من أفكار ومقالات تتميز بالعمق والرصانة في التحليل وما تحمله من رؤى مستنيرة ووعية بمختلف التحديات منوها سموه بأن صحفة البحرين كانت وستظل منبرا لتوعية وتنوير الرأي العام ليكون أكثر أسهاما في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن إلى جانب دورها الحيوي في التعبير عما يشغل اهتمام المواطنين من قضايا ومشكلات وقد أشاد الحضور بما يعكسه مجلس صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء من صورة جميلة للتلاحم والتواصل بين القيادة والمواطنين وأشاد بتوجيهات سموه وحرصه على التفاعل مع كل ما يثيره المواطنون من ملاحظات تعكس قرب سموه من المواطن واهتمامه بشؤونه الحياتية والمعيشية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة